موسيقى إذاً نبدأ هذه الجلسة المسائية أعرف أن الجلسة المسائية صعبة قد يلن نعضي الغذب ستحدث في هذه الجلسة ثلاث متحدثون أول المتحدثين موسيقى وهي أستاذة مشاركة في التاريخ ومحاضرة في التاريخ المعاصر بجريعتنا الكون في باريس وتعمل في تاريخ ويتني مصر والسودان في القدرين التاسع عشر والعشرين تركز تركز بحضها الحالي على مصر في وقت الحرب العالمية الأولى وقامت بنشر عدة الدراسات وفأفكر كتاباً لها فشل الملكية المصرية 1942-1950 وأيضاً تاريخ مصر الحديثة باستيقاظ أمة الذي ستدم ترجمته إلى العربية قريباً موضوع مدافلتها هو ثورة 1919 من معلول التكلمسية الفرنسية ثاني المتحدثين هو الأستاذ غوبر سولي وهو مصري وفرنسي كان كاتباً هو كاتب وصحفي عاملاً لمدة أكثر من أبعين سنة في جريدة الموند معظم كتبه تدور أحداثها في مصر وقد تمت ترجمة جزء منها إلى العربية موضوع مدخلاته اليوم هو فرنسا واستقلال مصر آخر المتحدثين هو السيد الدكتور سيد عجميوي وهو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الأداة الجامعة القاهرة هو كتب العديد من الكتب وهو الأولى شغل عدينا النقالات ولكنه لم يريد أعطائي أي اسم منها وذكرته اليوم حول رؤية تاريخية لتأثير ثورة أكتور الاشتراكية على مصر المنشبية وثورة 1919 نبدأ إذن مع الأستاذة مع الدكتورة أين كلايخ نهتم بتاريا نهتم بخير شكرا لك على المنزل أن أتعرف الشركات والدولة ليتغلك الوحيدة الأسفل. كنت أتدل أن أترسى الوحيد الأسفل في السنة العامة المفترين في الوحيد المنزل في العامة المنزل في العامة المنزل في الإجابة. من المنزل من المنزل على الإحتيارة الأخراج من المنزل من المنزل. قللل هذا الشهر في الأدوات المترجمين ورسألوه فرصاة في الآن مستقبل ، ما يمكنك إقام المساعدة المحرمات المحرمات التي يترجمها على المقاربات بسيطة الدخولات المدينة. حسنًا ، اتتاً مهماً لديد ، أمساعدة، أمساعدة ، أمساعدة أجلسه ، وليس يحمل الإنجابة لأسيان في الجسم أو في المحرمات وليس إليه ، وليس مكتبًا ، لديهم المدينة في المدينة كانت إذلك يملك إذنًا لدني أول المدة في المدينة المدينة جمعه السنواتية، من المشروع الوصول على الوظيفة المساويةلكين، وما تتبع على الامره المساوية لن يتعرض ببقاء الغدت، هل أفكاراً كن كم جيدة العروسية المستعمال من المنزل في الشركة المستعمالات؟ جديد فنسلية المستعمال للطاق Vergانيا، السعيد السكتورية، يستطيع اجاب المساوية بالترنزل قد بيديد، يوم ، لا يتعال لضغط النشاط الإجيptين والغربية ، هذه المحصول على تقديمه ، لا يوجد أعرف المقاطع المقاطع على تعليم المقاطع الذي يتساول على أغربية أغربية ومن ثم يطارق أن يصل بانكام برطانيك pour s'être battue à leur côté pendant les quatre années précédentes et qu'elle a également en commun avec eux de dominer des espaces coloniaux, notamment arabes et musulmans. Il y a donc, a priori, une certaine communauté de vues, du moins de craintes et des appeler intentions partagées. لكن les intérêts des deux puissances ne concordent pas toujours et peuvent même entrer en concurrence notamment dans la région de la Méditerranée orientale ce qui pousse les Français à partager, à porter un regard particulièrement attentif sur ce qui se passe en Égypte la compétition qui existe entre les deux puissances entre les Français et les Anglais les conduit à s'observer méticuleusement et à se jauger en outre, c'est le deuxième élément, si l'Égypte n'est plus un point de tension entre les deux pays depuis l'accord conclu en 1904, il reste néanmoins chez les Français une pointe de dépit très perceptible dans les documents diplomatiques français l'attention des Français est d'autant plus vive et cela forme le troisième argument que les liens entre la France et l'Égypte sont anciens et de nature variée La France est un point de vue de l'Égypte des intérêts importants financiers, commerciaux et culturels cela fait du coup de la France une observatrice privilégiée de la scène égyptienne Enfin, quatrième argument la bonne connaissance la bonne connaissance des réalités égyptiennes que s'est acquise la France et la qualité des relations nouées poussent les habitants de l'Égypte aussi bien les nationalistes que les membres des communautés étrangères installées sur place à solliciter la médiation de la France ou à espérer son appui dans le conflit qui les oppose à l'occupant Du coup, les diplomates et hommes politiques français sont destinataires d'un livre très impressionnant de mémoires de pétitions que les archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français ont conservées La lecture des événements de 1919 par la diplomatie et les membres du service de renseignement est assez éloignée du récit national égyptien Loin d'y voir l'aboutissement prévisible d'une prise de conscience nationale les diplomates et les membres du service de renseignement sont déconcertés par un mouvement qui leur paraît une anomalie ce sera l'objet du premier point de mon étude d'autre part les analyses et leurs perceptions sont dominées par un élément essentiel de contexte à leurs yeux qui est la fin du conflit mondial ce sera l'objet de mon deuxième point enfin troisième point les britanniques leur semble porter une responsabilité essentielle dans la surprenante flambée de colère des égyptiens les français suivent avec attention dès le mois de novembre 1918 les développements de la situation égyptienne diplomates et membres du service du renseignement de la marine sont établis au Caire à Alexandrie et dans la zone du canal de Suez ce sont donc de ces trois zones que parviennent les informations transmises à Paris dès les premiers jours de manifestation les diplomates français sont étonnés par l'ampleur du mouvement et l'union entre les coptes et les musulmans à la veille de la première guerre mondiale il leur semblait que les mesures prises par Lord Kitchener avaient eu raison du mouvement national et que la société égyptienne était divisée c'était déjà l'image qu'on avait donnée Lord Comer et que les tensions communautaires consécutives à l'assassinat du président du conseil de Boutros Rali avaient semblé confirmées en l'absence de mouvements de contestation durant les années de guerre personne n'imaginait que dès la fin du conflit mondial les égyptiens oublieraient leurs querelles anciennes dépasseraient les clivages confessionnels et se rassembleraient tout milieu confondu contre les britanniques l'unanimité qui s'exprime pousse les représentants français à s'intéresser de près au mouvement et à en disséquer les mécanismes des experts assurent que le trouble ne durera pas car selon eux la situation florissante de l'économie égyptienne dotée par la guerre ne permet pas d'ancrer dans la durée un mouvement de contestation durée beaucoup trop à perdre et pourtant la mobilisation ne fléchit pas ce sont donc vers des causes extérieures que se tournent les diplomates pour tenter de donner un sens à ce qu'ils n'expliquent pas les rapports du service de renseignement et les dépêches font mention de pression exercée sur la population le caractère spontané du mouvement l'unanimité de la population d'Egypte dans la quête d'indépendance sont mises en doute la contestation serait le fait d'une élite égyptienne à laquelle les ouvriers la classe moyenne des fonctionnaires et les communautés étrangères ne s'associeraient que sous la contrainte le commandant sa roue du service des informations de la marine dans le levant souligne cet aspect à propos du financement du mouvement il indique je le cite le comité il faisait référence un peu avant dans son texte un comité un certain comité secret central donc ce comité a prumé encore un autre moyen de chercher des fonds c'est la création de plusieurs sociétés portant l'étiquette d'oeuvre de bienfaisance pour lesquelles des quêtes sont faites des menaces sont proférées pour obliger les gens à faire ces versements un autre agent rédige en mai 1919 une note dans laquelle il rapporte deux affaires de raquettes dont les arméniens d'une part et les juifs à l'exemple et d'autre part ont été victimes la violence ou la menace d'y recourir sont aussi utilisées pour obtenir la participation de la population aux grèves et aux manifestations je cite à nouveau le commandant Savon les adhésions des ouvriers sont extorquées par des menaces de mort partout en ville sur les maisons de commerce les agitateurs ont inscrit en immense caractère rouge le chiffre 14 alors 14 c'est en fait la date prévue pour le début de la guerre je continue la citation cherchant par ce procédé à inspirer la crainte aux employés qui ne se décideraient pas à chaudir à cette date le ministre de france en égypte le fèvre pontaliste relaie des informations similaires fin mars 1919 il évoque je cite une espèce de main noire c'est à dire une organisation nationaliste clandestine qui n'hésite pas à proférer des menaces à l'encontre d'hommes politiques de commerçants ou de fonctionnaires début avril c'est l'amiral Kassar qui s'inquiète à son tour de la multiplication de je le cite société secrète dont la finalité est d'assassiner les anglais et les égyptiens non adhérants au mouvement nationaliste alors tout cela reste très imprécis mais témoigne de ce que les français restent d'unitatif face au mouvement égyptien fin mars 1919 le consul à alexandrie télégraphie cette phrase en demi-teinte je le cite ce pays si longtemps à Tônes semble avoir pris une conscience nationale au milieu du mois de mars 1919 au moment où l'égypte est affleuée à sang les diplomates voient dans la forte mobilisation de la population une autre forme de manipulation les égyptiens se seraient laissés d'emmener par le discours selon lequel le sacrifice de quelques-uns donnerait plus de poids à la demande d'indépendance de l'égypte et obligerait la conférence de la paix à s'y intéresser ce qui avec le recul de l'historien est frappant c'est le peu d'importance accordée au WAFT dans les mois qui suivent la fin de la première guerre mondiale dans les documents diplomatiques français la capacité de mobilisation et de rassemblement du WAFT n'est jamais mise en avant dans ces documents tout au plus la délégation apparaît-elle comme un courant politique qu'au milieu d'autres l'expression de délégation égyptienne ne commence à être employée qu'à partir du 9 mars dans les dépêches du ministre de France auquel au pas marrant les termes sont assez flous il est fait mention d'un parti national qui semble être le WAFT distinct du parti national égyptien que Moustapha Kamin a créé et dont les responsables sont à l'issue de la guerre installée en Suisse le charisme de Saad Zagloul sur lequel toute l'historiographie s'accorde n'est pas souligné par les documents français en revanche ceux-ci continuent à voir le président du conseil Rojdi Pacha et son ministre principal Aghi Pacha comme des piliers de la vie politique égyptienne la puissance du sentiment national qui anime la population d'Egypte n'est visiblement pas perçue par les représentants de la France ou plutôt ils reconnaissent qu'une petite fraction de la population est habitée par un fort mouvement patriotique pour lequel ils expriment d'ailleurs un certain respect mais le mouvement la manière dont le mouvement s'est diffusé dans toutes les couches et groupes de la société d'Egypte la tournure violente qu'il prend le recours au sabotage des voies ferrées du système télégraphique l'usage de la grève les pousse à imaginer que des puissances ou groupes opposés à la Grande-Bretagne instrumentalisent les aspirations à l'indépendance de quelques-uns peut-être même les ennemis de l'entente concomité britannique de la Grande-Guerre sont-ils les instigateurs du désordre les représentants de la France estiment en tout cas que le mouvement a échappé à ses initiateurs la démonstration là encore manque de pertinence la nature de la menace est confuse elle est protéiforme tantôt allemande tantôt grec ce sont alors les membres de la colonie grecque d'Egypte restés fidèles au roi Constantin de Grèce déposés par la puissance de l'entente en juin 1917 parce qu'ils ne voulaient pas s'engager dans la guerre à leur côté qui sont pointés du doigt la menace peut aussi venir de l'ancien Kédive à Passénie ou des Bolchéiques le fèvre en Thalys fait remarquer que la structure foncière en Égypte est favorable à la diffusion des idées de partage des terres auprès d'Ephelma le commandant Savon attire l'attention je le cite sur ce bolchéisme déguisé en nationalisme et il développe ainsi l'idée je le cite dans le nationalisme le but réel est l'aboutissement à l'agitation et au bolchéisme le but apparent et la poursuite de l'indépendance de l'Egypte pour le but apparent on utilise malgré lui et sans qu'il s'en rende compte tout l'élément respectable de la société indigène de la maison Kédivelle jusqu'au fèvre en faisant l'allusion à l'Allemagne ou au nouveau pouvoir en plus les français admettent indirectement la puissance du mouvement capable de remettre en cause la domination britannique en Egypte et très logiquement il faut un parallèle avec les protectorats d'Afrique du Nord d'ailleurs des télégrammes de Tunis signalent l'intérêt des jeunes Tunisiens pour ce qui se passe en Egypte mais dès décembre 1918 il a été décidé à Paris au regard et c'est bien noté au regard des demandes égyptiennes qu'aucun représentant des protectorats tunisiens et marocains ne serait admis à venir à la conférence de la paix les représentants de la France s'inquiètent par ailleurs de la participation des Bédouins au mouvement contre la domination britannique notamment après l'arrestation d'Amad el-Pasel et son envoi à Malte avec Saad Zagoul les représentants de la France ne doutent pas que les puissances centrales soient en train de retourner le courant panarabiste contre ceux qui l'ont soutenu pendant la guerre on a en fait ici un amalgame entre les difficultés que la France rencontre en Syrie et la situation de l'Egypte le raisonnement n'est pas convaincant mais il montre combien il est facile de projeter des préoccupations et des fantasmes sur des événements aux composants assez proches le ministre de France rend compte ici non des réalités égyptiennes mais des inquiétudes françaises face au courant arabiste et des ambiguïtés de la relation franco-britannique dans la région si les diplomates français en Egypte estiment le mouvement manipulé de l'extérieur par des forces exogènes mal identifiées ils récusent en revanche avec force l'interprétation que les britanniques cherchent à faire à croire le fèbre Montalice remarque que les anglais souhaiteraient et je le cite qu'on considéra comme un mouvement xénophobe les démonstrations hostiles à leur politique dont l'Egypte est actuellement le théâtre le consul de France à l'exandrie indique à dessein pour contrer cette assertion que son épouse s'est rendue je cite en plein quartier indigène au moment des grandes tensions du mois de mars 1919 sans être inquiété et que lui-même circule sans embarras dans les campagnes égyptiennes en insistant sur le caractère xénophobe de cette flambée de violence égyptienne les anglais s'efforcent de réveiller le souvenir de l'éreuth d'Alexandrie de juin 1882 en 1919 en mettant en avant la xénophobie du mouvement égyptien les anglais espèrent susciter la crainte des puissances occidentales afin de disqualifier le mouvement et de faire accepter la politique de répression brutale dans laquelle ils se sont engagés plus généralement les diplomates français y compris l'ambassadeur à Londres Paul Cammon sont frappés de la manière biaisée dont les britanniques rendent compte de la situation à plusieurs reprises les français rapportent les combinaisons britanniques destinées à détourner la colère des égyptiens sur d'autres goûts d'autres acteurs politiques les syriens se retrouvent ainsi accusés d'avoir tiré sur la foule en même temps que les soldats ont voulu il est évident pour le consul à Portseille que les anglais cherchent à donner au mouvement actuel en ce qui concerne Portseille c'est ce qu'il explique tout au moins un caractère autre que celui d'une agitation politique dirigée contre les anglais le sultan fouade est lui aussi placé dans une situation difficile un discours de Lord Curzon le secrétaire d'Etat for Right Office tend à en faire avec ses ministres et je cite le fèbre brutaliste tend à en faire de dossiers d'instruments de l'Angleterre la foule le rend responsable du sang versé et de certaines répressions brutales contre les forces et les villages voisins opérés par les soldats australiens les représentants français se demandent en somme si la communication entre l'Egypte et Londres fonctionne correctement tant il y a de maladresse dans la gestion de la question égyptienne d'abord les demandes égyptiennes jugées à l'ordre non prioritaire qui sont laissées pendant un long moment sans réponse ensuite le conseiller financier Sir Wynneight qui a formulé des propositions de réforme constitutionnelle largement inadaptées enfin le choix d'impression a été défait les autorités britanniques ont été incapables de prendre la mesure du mécontentement égyptien et la situation s'est dégradée le fèbre brutaliste se demande même si les britanniques en interdisant à Sadr Zagloul de se rendre en Angleterre n'ont pas largement contribué à accroître son importance sur la scène égyptienne et à créer par là le désordre auquel ils sont confrontés au delà des erreurs d'appréciation les diplomates français modulent leur jugement sur la politique britannique en suggérant que celle-ci doit être envisagée à la lumière de deux éléments le premier est le cadre de l'Empire la question d'Egypte doit être replacée dans une perspective bien plus large que la seule vallée du Nile le refus de donner plus d'autonomie voire son indépendance à l'Egypte en 1919 s'explique par la nécessité de conserver des troupes à proximité de la nouvelle zone d'influence britannique au Moyen-Orient je cite le fèvre mentaliste non pas que l'Egypte elle-même ait besoin d'être maintenue par les armes mais parce que la Palestine l'Arabie et la Mésopotamie ne doivent pas être abandonnées par l'Angleterre et que pour conserver ces conquêtes il est indispensable de maintenir une forte base militaire sur les bords du Nile la brutalité de la réponse britannique au fonds égyptien pour sa part est à mettre en relation avec la situation indienne le fèvre brutaliste indique et je le cite pour ceux qui savent par quelle crise face actuellement la domination anglaise dans l'Inde la question est encore plus simple c'est sur la force seule qu'il compte pour en imposer aux adversaires de la Grande Bretagne les mesures énergiques sont destinées à intimider à la fois les hindous et les égyptiens le second élément à prendre en considération aux yeux des représentants de la France et plus évident encore les britanniques n'ont tout simplement pas compris le peuple égyptien sinon il ne l'aurait pas blessé dans son amour propre voilà ce qui est encore dans les documents diplomatiques français ce n'est pourtant pas un fait indifférent qu'après 38 ans d'occupation un peuple tout entier manifeste sa volonté d'être traité au moins sur le même pied que les arabes et les syriens que le gouvernement britannique ne le comprenne pas cela ne prouve pas précisément qu'il ait toutes les qualités requises pour diriger un tel peuple la critique est sa note au lendemain du départ de Saad Zaglou pour la France le fait de l'Ontanis réagit de nouveau pour en être arrivé là finalement il faut reconnaître que le gouvernement britannique aurait été mieux inspiré s'il l'avait pris au début d'un peu moins avec les natives d'Egypte et aussi avec les réalités et avec les faits ce qui malheureusement pour lui n'est pas encore entré suffisamment dans ses habitudes c'est finalement l'attitude générale des britanniques vis-à-vis de leur possession coloniale qui est condamnée seul le général à la nuit échappe à la critique la position française dans les premiers mois de la révolution de 1919 est en somme assez ambiguë militaire et diplomate ne cache pas une certaine bienveillance à l'égard du mouvement libération nationale mais en dépit du peu de sympathie que leur inspire les choix politiques et l'attitude des britanniques il reste très méfiant et circonspect redoutant que la demande de l'Egypte ne serve des intérêts étrangers cette inquiétude à laquelle s'ajoute le souci de ne pas voir la domination sur l'Afrique du Nord être remise en cause par ce qui pourrait être accordé à l'Egypte pousse la France au moment où la question égyptienne est abordée à la conférence de la paix en avril 1919 à valider en définitive la poursuite du protectorat britannique à l'ensemble des mémoires adressées par Saad Zagloul à Georges-Oté Monceau au cours de l'année 1919 et le dossier est épais aux archives il ne saura donner aucune suite la France fait ainsi le choix d'un soutien passif à son avis britannique je vous remercie d'un soutien à l'église à l'église à l'église في مصر فرنسا يوصفها المنافس التائم لفريطانيا ثم في نفس الوقت فرنسا بعد انتفاقه الكنسعمية ورعا لها مصارح يجب أن تحميها وأخيرا النقطة الثالثة التي بدأت بها في تقديمها المعرفة الجيدة للورغة المصري التي لدى فرنسا يجعل المصريين يتجهون نحوها ويوجهون لها عدد رسال انتلاقهم ذلك هي تبني ورقتها على ثلاث نقاط نظرة الديبلوماسية الفرنسية تختلف عن السرد المصري لفور 19 فهي فهمة الثورة من خلال الوضع بعد الحرب العالمية ثم مسؤولية بريطانيا فيما وصل إليها في مصر الفرنسيون فوجئوا بابتحاد المصريين لرغم اختلافاتهم الدينية ضد بريطانيا وقد حاولوا تفسير الفور 19 فيتحدثون عن الضغوط الموجهة على الشعب لم يفهموا أن هذه الثورة كانت فيذاً ثورة متأتي من الشعب المصري فكانوا يبحثونا دائماً نعيبون لا أسور واسعة ضغطهم بصفة كلية يتحدثون عن توظيف الشعب في القيام بالعمليات هذا هو التفسير لوجداته الديبلوماسية تم حتى التهم البلشورية بأحداث الشعب التي حصلت نقطتين أخلتين يرفض الفرنسيون مما يقدمه الإنجليز من تفسيرات لفورة 19 يفسرون على أنها رنف عنصري زينوفوب تدى البريطانيين وذلك حتى يبرروا سياسة الرنف التي واجهوا بها المتغاهرين النقطة الأخيرة سجلتها هي أن المسألة المصرية يجب بالنسبة لفرنسا التفسير التي وجدتها يجب أن تفهم فلطان ويتميني فبريطانيا يجب أن تحمي ممتلكاتها بتركيز قوة عسكرية في مصر تلخيصا لي الليقات المهمة التي أثارتها في مراقات شكرا نتحدد النور الأن إلى التحدد الثاني ألوستاذ ألوستاذ باردسنو كم أنا كمان حدقين لوني ألوستاذ 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 أمتلك ألوستاذ لما يكون خمسناً بإنه كيلة ، أقعه لكي أقول لكي أريد أن نتعلم بسيطة سنحن نستطيع أريد أن أرى تريد أن نساعدة أرى التحيات لإعادة العودة لكي يمكن أن نساعدة أريد أن نستطيع أرى تريد أن نساعدة وأن نساعدة أرى التحيات المستجزعية من أعلى أعلم أن أخيرا في عام 1870، أن أخيرا وقالل المفتحين الآن في إجابة الغبية. نتحدث عن المنزل عاماً عن المعنى. ون الحقوق من ربطان الغباء على الأدوان والمساطع في التعالية. Ils en ont débattu, ils ont hésité, ils ne l'ont pas fait, et ils en ont été frustrés. Paradoxalement, au départ, c'est la France qui souhaitait une intervention militaire. Et les Anglais faisaient la sourd d'ordre. Puis les rôles se sont inversés. أعلى إلى التي تتحرك في المنزل المنزل المزيدة في المنزل 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 المغلقة وجود الوزرية. وعلا ستكتب العديدين تيارب المعارسة في التساعة تقعтив الأنسية في الوران تخزين المعارسة في الرباية انهاء تولون تصدارك ايمها قادرية من المعارسة في مستشعر لا تشارعات التساعة ومحتاجية كانت محقاين بحفاظة في الاجتماعي في Tunisie ويادى قد ي ينبفي من يحقق على التالي فيه فنساء الثقراءات العس reader لا تتضيف الشركة على المنزل على العظيم العالمي على المنزل المغرثة ويقومون بحفاظة عملايا من المنزل المدية التكريمون بالحفاظة هل تفهم؟ سيارة ميناني في بعض الأسابة بعض الأجمال سيارة أعجب المفادي وقد لم يتنغيب خالر المحاولة الفجرية لكنه لا يرجى في الابت وازالاقه الأنغلب العامل المتحدث بالرى الحسنة منع فالفل المترجمات المترجمات المترجمات. المترجمات 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 المترج فرصاصة سترى لتجربة إلى الفاولية وهم يرغب على الفرن باتجربة لبعض المساعدة هناك لتجربة جدا لتجربة من الفريق كل هذا سيارة بالطبع في المنزل الخيارة في 1898 la rivalité coloniale franco-britannique en Afrique noire tourne au détriment de la France c'est une humiliation française et les nationalistes comprennent qu'ils ne peuvent plus ou rien attendre de la France surtout qu'il y aura, on l'a rappelé l'entente cordiale de 1904 entre la France et l'Angleterre cette entente cordiale, c'est un échange c'est un troc لا أسنع البرشاتي في القرص على المعارضة ويصبح لا تساعدت المعارضة وتقالية الرئيسية فيها أصبحت فعلت أقامل مع رسالة مع رسالة المعارضة جمعة جلية أدام الذي أعظره لفديو ومذكره لفديوه تابعي للخصيص من المنطقة لكن لدينا الناس القرار يجب أن اعرف على الفران . يأنتمي بحثة مجزيزة في عام، بحثة فعلت مجزيزة في عام، يجب أن يكون هناك مجزيزة في الفران. المقارقة الفرنسيقية ستكتب في الباب المناطق مع المناطق، عند ف stamina فهما قد يعرف مبالغة مرحبت مبالغة فانس éضافة في جنة بنشاء بشكل من الزرور كانت عامة من 21000 من وانسان 24000 y a 24000 Angلي في المتالي. ينبع الكثير ببعضي أن يتعاون القرد المساء تحرين أنها كلمة يتعاون. لكن الحياة الحياة في الس 來قة الكثير من العديد يتعاون في مخابط فقط انهين أولا ، المتلكسي البعض في المدرسة في المتالي ، على التغيير في الارضة. سنقصر 300 صلات هناك، ليس أعادواهم كثيرة مع المدارات العادية. إضافة أعادة، السعيد يكون أفتهم في رائعية الأكثر من الأزمية. كيف يابدان بشسارة الإعجابات في رائعات الأمكال، يمتلك سعيدة أفتهم، في أفضل العزارات، السحابات. المشاركة التي مطرقة في المساعدة، والدين مطرقين إجيزية ، السحر الذهب قمت بمقرر من الوصول ايبتي ، السيء المعطب السحر ، السابع الدنيا ، إن علمانوية الفرس النهائية، العلمانية التي تقرأت في عدد المساعدة في المرفقات العالمية الشيء انتظر لكم السؤال ليصند من قاتل سعداء título اسماريين عن 1875-76 أولهم انتظر لكم لكم السؤال للحديد من جديد من جديد من يجيه أعطى للحديد من جديد من جديد من جديد للحديد من الجديد س 트� eyelid الأ buenas حقيقتين ديشياء هذو يوميز بتزيل وفي المحكم어요 ف dealing مطفيح الفرس hearsيطات فيها قصر أبل الشacر التي يكون حيث كيف يرفضت تطبيحه كيف يتكسر طبيبه كيف يزيل ايدي صديقي اس فرنسيكب II التدأسه قصر با permite موسى الناسيسيطاني يحثت في الاية الإجيprisingاً في التعامل في التعامل للنصاري يتحسن أن يكون في الناجية التركية الكثيرين في الAngersia لذلك يتحسن على أن سنرسي السابق يتحسن على المنظمة التعامل الذي كنت بتبقي ليس يتحسن هذه النقاط المباركة دائما يكون فيه على النجاح الترنت على الأرض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بناسبس م Johannاء، تهسرهم، يجب على خرار لقطة الشبعة المستجاهль، هناك اجuaryبي للغاية، يجب على كرين. وad الأمة أ Kolleginnen عائل tiene 100 مدربهم، في طرل الإيجاب ، الإشارين على 150 أموديين ، إلا أموديا ، أمودي 5 أموديين من المستقبلات الأحيائية ، من تحيات البعاقة التي يظلل على الأموديا. أ Romeo الاعراضي قنعة في حيواني ، عملة الأموديين في الوصح الفضل التي تجسدها على يدعيك الممتلاف فقط ، سعيدة الأموديين في الحديث الوري. كومان في الاجئسد الآية الاجئسد الاجئسد كومان في المطلق على الاجئسد اهل مجال صالح لكومان اهلname الاجئسد المسله أميبي يجب أنه أخرى فيها أنه يجب أنه صوت على مدفع فلوو سنة ليس كثيراً كثيراً ليس كثيراً ليس كثيراً ليس كثيراً ليس كثيراً يوجد الكثير عن مدفع وما يتكلمون يتكلمون عليهم بعض المدفعات هم سيقومون تعالى أراغون أيضاً أيضاً وفرق بعض التواسيحة اجل ورسلوا ورسلوا أنهم قد يعلمون بمهمة وتجارية والتجارية والتقارية في القانون سارة تزارلول جميلة في المنزل وفاقيه في المنزل سارة تزارلول وقائناة المتابعة لقد اقعوا تحصول وفاقيه المنزل للمينة المكاري ومع فارقه في المنزل بمهمة بمسيارة ورسايا وليس بديكم هل نفغار للقناة؟ لن اعطيهم من خارج يتموحون الارضene في قاروس مجدون مستردين وزراء إقلال اسمه وضع الله وضعه التركيات لم يستخدم ديطان وضعه في المنزل المستخدم يتعلق الناج في المنزل على منطقة الهاتف الانجنان المليكى من إرمان المضان يشعر على المنزل يستمر أن نظم الدين et à la condition de traduire fidèlement leur pensée de respecter le droit des nations petites et grandes à disposer d'elles-mêmes ce sont de belles paroles mais comme l'a très bien dit Anne-Claire tout à l'heure la délégation égyptienne évidemment elle n'est pas mise à la conférence et le 29 janvier 1919 dans une lettre solennelle je crois qu'elle l'a citée Sarah Zarloul fait part de son amertume à Georges Clémenceau qui est chef du gouvernement français et qui préside la conférence de la paix le même Clémenceau qui en 1882 avait fait un discours historique au parlement français un discours anticolonialiste en disant on ne va pas aller occuper l'Egypte qu'est-ce qu'il avait dit ? s'opposant à Léon Gorméta il avait dit les français les français, vous français, nous français soutiennent qu'ils sont de puissances ont quelques intérêts en Egypte mais il me semble que les égyptiens eux aussi ont quelques intérêts en Egypte voilà ce qu'avait dit Clémenceau à l'époque dans sa lettre Sarah Zarloul lui dit je cite « Seul, parmi toutes les nations l'Egypte s'est vue par la plus criante injustice et la plus flagrante contradiction frustrée du droit d'être entendu avant qu'il ne soit décidé de son avenir » mais Clémenceau ne bouge pas et je cite j'ai retrouvé l'ambassadeur de Grande-Bretagne le 3 mai 1919 l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris il écrit à son ministre des Affaires étrangères il lui dit « Le ministre français des Affaires étrangères m'a dit, m'a assuré qu'aucun soutien officiel ne sera donné à la délégation égyptienne » l'ambassadeur ajoute l'ambassadeur anglais qu'à Paris seuls quelques nationalistes et que les nationalistes égyptiens ont seulement la sympathie de députés socialistes et de deux ou trois journaux socialistes comme Le Populaire ou L'Humanité et effectivement ces journaux je les ai un petit peu parcourus ils commentent à leur manière ce qui se passe en Égypte voici ce que dit par exemple Le Populaire Le Populaire dénonce je cite « l'attentat international que le capitalisme anglais est en train de perpétrer sur le peuple égyptien » et il ajoute l'Égypte veut sa liberté le socialisme seul pourra le lui donner à Paris plusieurs intellectuels et écrivains donnent des articles à un petit bulletin qui s'appelle l'Égypte c'est un bulletin qui a été créé par des nationalistes égyptiens et qui va être édité à Paris de juillet 1919 à septembre 1921 et parmi eux il y a des gens importants il y a Anatole France un grand critique littéraire membre de l'Académie française qui écrit en avril 1920 je cite « l'Égypte la mère spirituelle de la Grèce est la grande victime de la paix par suite de la folie de nos prétendus salaires » un autre intellectuel c'est Georges Sorel qui est philosophe et sociologue marxiste il va donner trois articles à cette revue de l'association égyptienne de Paris il dit une chose qui m'a intéressé Sorel il dit ceci il pense la suite « je suis persuadé » dit Sorel écrit Sorel « je suis persuadé que la cause de l'Égypte est susceptible d'être gagnée mais il faut pour cela que les Égyptiens comprennent la nécessité de ne pas s'européaniser de ne pas s'européaniser qu'ils maintiennent bien apparentes pour tout le monde les barrières qui existent entre eux et leurs maîtres anglais et qu'ils ne comptent ni sur la diplomatie française ni sur les 14 points du président Wilson ni sur les gens de Paris c'est en propageant l'idée de l'égyptianisme intransigeant qu'ils pourront donner aux masses c'est un marxisme qu'ils pourront donner aux masses la conscience de leur force de leur dignité de leur droit c'est par les grèves qu'ils peuvent espérer imposer aux Anglais la reconnaissance de leur indépendance tout ça reste marginal et ne change rien comme on l'a dit tout à l'heure à la position du gouvernement français Juliette Adam n'est pas la dernière évidemment à réclamer l'indépendance de l'égypte dans le Figaro du 19 janvier 1922 elle publie une lettre de français d'égypte des amis français d'égypte qui lui écrivent qui lui disent qui réclament eux mais ils ne sont pas représentatifs ils réclament l'indépendance en disant ce pays je cite admirable que nous aimons que nous admirons sans réserve et dans lequel nous nous enrichissons mais rien ne permet de penser que les résidents français en égypte comme je le disais ont dépousé la cause de l'indépendance on l'a dit ils craignent le désordre ils craignent pour leur bien etc une autre chose intéressante c'est la lettre que Sarah Zarroul adresse au parlement français le 31 juillet 1919 pour lui demander de ne pas ratifier le traité de paix écoutez bien les paroles Sarah Zarroul parle au français comme s'il connait la France de l'intérieur le leader du OEF ne se contente pas de souligner que plusieurs articles du traité sont en contradiction je cite en contradiction flagrante avec toutes les déclarations qu'avaient faites les puissances alliées ils s'adressent aux français en reprenant mot à mot les déclarations que les français font depuis la révolution française qu'est-ce qu'il dit Sarah Zarroul il écrit il est incontestable que l'Egypte depuis un siècle est en Orient la fille aînée de la France la fille aînée de la France c'est la France dit Sarah Zarroul qui la première l'a prise par le main pour la conduire dans la voie de son indépendance sous le grand Mohammed Ali c'est la France qui l'a entourée dès le berceau de sollicitudes infinies ces relations d'amitié ont continué dit Sarah Zarroul tout le siècle dernier elles ont eu comme conséquence de donner un caractère purement français à notre instruction et à notre éducation nationale nos lois ne sont autre chose que des lois françaises Sarah Zarroul ajoute la langue française est devenue dans nos familles comme une seconde langue nationale et c'est en français que s'exprime également notre élite intellectuelle non nous pouvons croire que le noble peuple de France etc qu'il consentira à abandonner cette place d'honneur alors il y a de la tactique évidemment là-dedans mais on n'emploie pas des paroles comme ça si ça ne repose pas quand même sur quelque chose et le 23 novembre suivant dans un télégramme à Georges Clémenceau il lui rappelle je ne vais pas le citer pour ne pas être trop long mais il lui rappelle à vous que lui s'est opposé à l'occupation il lui écrit à vous le représentant respecté d'une France qui à travers toute son histoire ne cessa d'être le champion de la justice et du droit même contre ses propres intérêts nous adressons une fois encore notre protestation mais la France fait la sourde oreille elle a d'autres soucis et d'autres intérêts on l'a dit je ne vais pas revenir sur ce qui a été très bien dit tout à l'heure sur les conséquences sur la Syrie les possessions d'Afrique du Nord etc toujours est-il que l'indépendance finit par être accordée à l'Egypte et que même si la France n'a rien fait pour ça elle va profiter de l'indépendance pour étendre son influence culturelle en Egypte elle conserve un poste essentiel à ses yeux la direction du service des antiquités et judiciaires or l'indépendance va coïncider exactement avec la plus grande découverte de l'histoire de l'égyptologie la tombe de Totankhamon Totankhamon la 2000 pièces 2000 pièces le découvreur de la tombe Hort Carter appuyé par son mécène Lord de Totankhamon et par des musées occidentaux qui l'ont financé réclament une partie du trésor qui s'oppose c'est le directeur français du service des antiquités de l'Egypte Pierre Lacot qui est un fonctionnaire égyptien français fonctionnaire égyptien et on va assister à un nouveau conflit franco-anglais sur la tombe de Totankhamon et Pierre Lacot alors ça prend des proportions très importantes ça dure des mois ce conflit finalement alors Lord de Carnavon d'ailleurs il suggérait au gouvernement britannique dès 1918 de donner aux français la gestion des antiquités de Syrie et nous les anglais on prend la direction du service des antiquités de l'Egypte Lord Carnavon employait une formule à cette époque il disait l'archéologie should everywhere follow the flag l'archéologie devrait partout suivre le drapeau il n'a pas été écouté Pierre Lacot défend une idée tout à fait nouvelle dans les antiquités c'est que toute antiquité découverte en Egypte appartient à l'Egypte elle ne sort pas d'Egypte l'Egypte garde tout ce dont elle a besoin et elle donne aux fouilleurs étrangers ce dont elle n'a pas besoin alors Pierre elle est fou furieux les anglo-saxons font des motions des lettres etc mais Pierre Malcaux soutenu par les autorités égyptiennes va gagner cette affaire l'indépendance je disais derrière la France détend son influence culturelle en Egypte les années 20 1920 vont être un âge d'or pour la francophonie égyptienne alors c'est toujours vrai dans la presse j'ai un chiffre sous les yeux en 1922 en Egypte il y a 90 journaux et revues sur ces 90 54 sont publiés en arabe 4 en anglais 4 en italien 8 en grec et 12 en français cette francophonie est sensible au palais le roi Fouad s'entoure de francophones il y a des Syriens il y a des Juifs il y a le président de la communauté juive du Pierre Joseph Papa ou il Pacha les ministres des finances puis des communications sont des 12 son épouse qui n'est pas musulmane qui peut donc accueillir les épouses des diplomates étrangers fait une sorte de chef du protocole la reine Nazli elle-même qui est l'arrière petite fille comme vous savez du colonel Seve le futur Solomon Facha est une ancienne élève du pensionnat de la mère de Dieu la francophonie gagne surtout du terrain dans l'enseignement public au détriment de l'anglais dès la proclamation de l'indépendance les journaux égyptiens demandent que le français soit enseigné sur un pied d'égalité avec l'anglais dans les écoles publiques il réclame aussi le rétablissement d'une épreuve obligatoire de français dans les examens du gouvernement le représentant de la France en Égypte écrit à son ministre il ne faudrait pas s'illusionner sur les origines de cette revendication elle est basée moins sur une sympathie pour nous que sur le désir d'être désagréable aux autorités britanniques c'est exact mais l'hostilité envers les anglais n'explique pas tout le français est toujours considéré au lendemain de l'indépendance en Égypte comme la langue du droit et bien connaître le français apparaît comme un outil nécessaire pour la conquête d'une indépendance totale de son côté si la France est soucieuse de diffuser sa langue et sa culture parmi les futurs dirigeants égyptiens c'est en espérant qu'ils feront appel à elle pour la mise en place des structures administratives politiques et économiques du pays alors les écoles françaises accueillent de plus en plus d'élèves mais la France a le besoin de s'intéresser aux classes moyennes égyptiennes à l'enseignement public égyptien et elle va pouvoir le faire beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a plus comme au temps de jusqu'en 1922 il n'y a plus à voter de chaque ministre égyptien un conseiller britannique qui le soutient ou lui dicte des directives et c'est comme ça que dès 1925 une section française est rétablie dans les écoles secondaires l'enseignement de deux langues étrangères devient obligatoire si l'anglais est la langue principale dans la section scientifique c'est le français qui est la langue principale dans la section littéraire et dans les écoles primaires publiques alors que seul l'anglais était enseigné depuis 1902 le français est rétabli dans l'enseignement supérieur c'est un autre succès pour le français et ça c'est intéressant aussi parce qu'il y a des dirigeants égyptiens qui estiment qu'on ne peut pas enseigner certaines matières en arabe et parmi eux des gens très importants comme le recteur de l'université égyptienne Ahmadoufissayy qui dit il y a des matières qu'on ne peut pas enseigner en arabe il faut une langue étrangère et la langue étrangère qui va être choisie c'est le français et le l'université d'état égyptienne qui naît officiellement en mars 1925 n'est pas calquée comme c'était prévu sur le modèle de Oxford ou Cambridge cette université est calquée sur le modèle des universités françaises avec quatre facultés lettres droit sciences et cime dans les années 1930 la situation va changer dans les années 1930 pourtant au début le recteur de l'université américaine du Caire fait le constat suivant je le cite en Égypte l'Angleterre avait une armée les français avaient une idée l'Angleterre occupait le pays la France avait une philosophie claire en matière d'éducation parce que les français possédaient une telle philosophie ce qui n'était pas le cas des anglais le crayon français a été toujours plus puissant que l'épée anglaise mais ça ça change dès l'arrivée de là je comme maintenant j'ai encore une minute j'ai une minute alors je ne vais pas sauter je vais finir ce que j'ai dit la France a toujours attaché beaucoup d'importance à son influence culturelle que ce soit dans ses colonies l'Algérie dans ses protectorats la Tunisie le Maroc ou dans ses mandats la Syrie et le Libre les anglais eux n'ont jamais fondé leur politique coloniale sur la culture au début de l'occupation de l'Egypte ils ont beaucoup négligé l'enseignement ou ils n'ont pas voulu développer l'enseignement pour ne pas donner des armes au mouvement nationaliste mais ils se rendent compte de leurs erreurs surtout à partir de 1933 quand arrive en Egypte comme haut commissaire sur Péassi Loret ils constatent je cite que la déclaration d'indépendance de 1922 laisse la France en position dominante sur le terrain culturel dans ce pays et l'année suivante il crée le plus digne aussi et si les années 1920 avaient été l'âge d'or pour la langue française les années 1930 vont être à l'heure anglaise pour comme première langue être anglaise bien entendu mais ce ne sera plus seulement à l'anglais et à l'Angleterre que la France fera face les nouvelles générations égyptiennes souhaitent naturellement s'organiser autour d'une langue arabe modernisée et c'est évidemment en arabe que se fera la véritable indépendance en 1952 lorsque les officiers d'y prendre le pouvoir les officiers qui appartiennent à une petite bourgeoisie arabophone ils ont appris l'anglais comme tout le monde et voilà du jour au lendemain le français apparaît comme une langue d'ancien régime je pour terminer je repense à 1882 les français ont failli s'associer aux britanniques pour occuper l'égypte Léon Gambetta était pour Jean-Jacques Clémenceau était contre c'est Clémenceau qui a gagné mais qu'est-ce qui se serait passé si Gambetta avait gagné enfin on n'est pas là pour refaire l'histoire je m'arrête là je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage m je vous remercie à la fin Né Sous-titrage شكراً أن يعاقبوا الوجود البريطاني فكان هناك مثلاً جريدة لجوردان إجيبسيان التي يذكر البريطانيين كل يوم أن الحماية مؤقتة أو بأنهم قالوا أن الحماية ستكون مؤقتة يتكلم أيضاً عن الخمس مياتين التي كانت مهمة بالنسبة الفرنسي الإدارة المصرية، الحياة الاقتصادية المحاكمة المغطردة الدراسات الأثر التاريخية المصرية وأخيراً المدارس ثم يتكلم عن سعد زغنول وفرنسا سعد زغنول رسائله السياسي سعد زغنول والمفاكرين اليساريين الذين كانوا يشجعون مصر في مطالبها ثم سعد زغنول ورسادته إلى رئيس البرلمان الفرنسي فيقول مثلاً في هذه المراسلة أن مصر هي ابنت فرنسا الأولى منذ عهد محمد علي بعد 1922 اندفعت فرنسا روي ذلك بالاستقلال فقد باقيت إدارة الأثار في أيديها وكان الموضوع صراع بين الفرنسيين والبريطانيين باقي أيضاً التعليم بالآلات الفرنسية وقد حاولت فرنسا بعدها أن تستقطب تلاميذ الآخرين وأن تسترجع مكانتها أيضاً في داخل التعليم المصري سواء على مستوى المدينسة أو الجنعة في الثلاثين التغيير الوضع أولاً بريطانيا أصبحت اللغة الإنجليزية هي اللغة المسيطرة وأيضاً الأجال الجديدة ترجع اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وأيضاً أكثر باللغة العربية أعتقد أنني لخص أسمعوا ما أشاء في الورقة نمر الآن إلى الأستاذ دكتور سيد عشناوي ثلاثين دقيقة أنا أقل من ثلاثين دقيقة كمان أولاً اسمحوا لي في نقاط محددة أنا أحدد أولاً في إطار إبستيمولوجيا علاقة الدارس بمنضوع بحثه لماذا خطقت هذا المنضوع اللي هو البرتشوفية في مصر كان الدفع الحقيقي هو أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه تحت إشراف أستاذنا الراحل الدكتور محمد أنيس سنة سبعة وسبعين في الفترة من خمسة واربعين إلى اتنين وخمسين وأنا أبحث في الصحف فوجبت بكل بساطة مقالة لسكرتير سعد زررون كان له أكثر من سكرتير فسكرتير دا اسمه علي إسماعيل فهو بيكتب في مجالب الاثنين ما نصه وهو سكرتير في مكتب سعد زررون أن سعد زررون أخبره أثناء نفيه في جزيرة في جبل طارق لأنه من سيشل خلق موطة إلى جبل طارق في بيكلم بيقول إيه؟ أنه كانت مطلق الصراح سيشل في التجربة الأولى كان قصوة ومرض وأوبئة وطلب من السلطات أن يسفروه وصحبه إلى بلد آخر فاستقر في مرضى ثم منها إلى جبل طارق وفي جبل طارق وجد حرية كبيرة جدا سعد زررون في التنقل من مكان إلى مكان آخر وأعطي له السلطات البلدانية تصريح بقراءة الصحف وبصفة خاصة الأجنبية والتي تصدل في جبل طارق وتصل إلى جبل طارق فمما يقال وكتبوا أن سعد زررون أخبره أن الوفد من لينين قائد الثورة ثورة أكتوبر أن مرسل من قبل لينين لكي يعرض عليه أن لينين يريد أن يقدم مساعدة لهذه الثورة وهو في جبل طارق ولكن سعد زررون زي ما يقول علي إسماعيل رفضاً تاماً قبول هذا العرب بحكم الأفكار اللي هي المعادلة الشيوعية والبلشوفية إحنا البلشوفية دي ضد الدين إحنا ناس نظامنا الاجتماعي والبلشوفية ضد النظام الاجتماعي القسري إلى آخر ولا من وصول فلاحية والبلشوفية تريد أن تصادر الأرض زي ما حعرف أن هذه الأفكار وهي مستمرة حتى هذه الأحذر في رقوب بعض الناس جاء مصطفى أمين ليؤكد قربته طبعاً بسعد زررون معروفة فجاء ليؤكد فيه كتاباته كتابين ليه من واحد لعشرة والكتاب الثاني اللي هو أسرار ثورة 19 فيه صفحتين جاء ليؤكد هذه الواقعة بنفس الطريقة أنا في السبعينات بكل بساطة ولسه نشأة ولموق الفكري والتحقيق والنقد التاريخي ما كانش على درجة بمستوى اللي أنا معيش به دلوقت فكتبت مرقالة في الرسالة هذه العبارة وأنا بتكلم على الاتحاد السوفيتي وطبعاً في مقابله الولايات المتحدة ودول الولايات المتحدة الأمريكية في حركة الوطنية في مصر وكنت بقول إيه بكل بساطة في هذه الرسالة اللي أشرف عليها الدكتور أنيس إن الوفد المصري رغم حبنا الشديد في الزاكرة التاريخية لقياداته إنه لم يستفد استفادة كبيرة مما يمكن أن يسمى حتى في إطار المسألة المصرية في إطار العلاقات الدولية بكل إنه يعرف من هو الهدوب الحقيقي لحركة التحول الوطنية في مصر والصديق لها وده ربط مثل بسيط إن ده سريف سوميه واربعة اللي هو بتاع الاتفاق الودي الذي كان فجيع لمصطفى كامل باختصار شديد فالوقت هنا زي ما أنا بقول راح بترحيل شديد جداً بإعلام المبادئ الـ 14 بتاع ويلسون وقبل الثورة مباشرةً قبل الثورة كان ساعز الرول يجتبع بصحبه اللي هيروحه بقى على شكل يدفوده ويقوله إن إحنا هنبعد الخطاب ونحيي الرئيس الأمريكي ويلسون لإن أعلم حق تقرير المصير للشعوب في المبادئ الـ 14 وأنا هقول بكل بساطة طبعاً فوجعة سعد زغلول وهو رايح لباريس قبل ما يدخل المؤتمر المؤتمر فرسال ومؤتمر الصرح أن الرئيس ويلسون بيعلم الحماية البريطانية على مصر ويعترف أن مصر محمية بريطانية زي ما أنا بقول وده ذكروا زي ما أنا بقول في ظل ما يمكن أن يسمى حتى اندلاع الثورة في الزل اندلاع الثورة المنتوب السام البريطاني في الصفحات الأولى نشر هذا التصريح الخاص الولسي انغراص القطوة الكبيرة بها بتعمل حمايتها على مصر وهي متفقة مع الوكلة فاجعة للوقت زي ما بيقول محمد حسين هيكل في كتاب مذكرات في السياسة المفاجعة حقيقية ورغم ذلك زي ما أنا بقول ظل الوفد براهل على أن ممكن أفكار الرئيس الأمريكي دي تتعدل ويرسل محمد محمود إلى أمريكا ويبسل فلوس إلى فلك اللي هو الإنجليزي الأمريكي على أساس أن المسألة المصرية دي مسألة دولية ومن الممكن يبقى فيه ضغوط أمريكية على بريطانيا أو على الانجترا من أجل الحصول على حق التقرير ولكن فاشاً الفلوس دي راح تهباء هلفات الجنائيات للجنائيات وعلى محمد محمود اللي هو اعتبر ذات القبضة الحديدية زي ما أنا بقول بإجراءاته بعد ذلك أو آخر العشرينات وفي السلاسينات لكي يحطم قبضته السيدادية في ظل التصدد البريطاني على مصر في ذلك الوقت بقى الاستفادة لين؟ استفادة زي ما أنا هقول دلوقتي اني اندلاع ثورة أكتوبر كان لينن في بياناته ومن يقرأ مقالات لينن حول حركة التحول لشعوب الشرق اعتبر الأواد للقرن العشرين ده يقذت الشرق فكان لينن يكتب حول حركة تحول شعوب الشرق وأنا بقرأها بالتفصيل زي ما أنا أقول وجدت بالفعل أنه يتعو في هذه المقالات حتى في الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى بتجامع المقالات دي وما بعد الحرب العالمية الأولى إلى إعطاء حق تقرير المصير وإلى استقلال هذه الشعوب وبيقول كده منها من غلية منها مصر منها إنهند وذكر مصر أكثر مين مرة أنا بقولها إينين؟ ذكره إن يجب أن تتحرر مصر أكثر من مرة الأهم في لينن كمان وده خطير قوي اللي هي قبل الثورة إن بمجرد وصول البلاشفة إلى الحكم في ثورة كتوبر سنة السبعتاشر قبل ثورة التسعتاشر أعلنوا بكل بساطة إن المعاهد السرية بتاعتك سايكس بيكو أعلنوا بندها بكل بساطة وكان هذا ضربت معلم حقيقية لإن روسيا القيصرية شاركية وإيطاريالس شاركية وفرنسا شاركية وإنجلترا شاركية والغرابة بقى لما حقوله بكل بساطة أن هذه المعاهدة اللي أعلم عنها إنين قد وصلت أخبرها إلى أقطار عربية كثيرة جدا ومين بينها مصر وترجمة إلى اللغة العربية حتى البيان بتاع لمن إلى شعوب الشرق والتحرير مصر وتوزع زي ما بيقولوا في شوارع القاهرة المهم واللي أنا كنت عاوز أقوله إن حتى معاهدة سايكس بيكو زي ما هقول بتنفس بحضافنها رغم الوعود اللي هي بريطاليا للشريف حسين بيعطاء استقلال بالدول العربية وإقامة آآ دولة عربية مستقلة لا بتتخلى عنها وتفرد اتداء ما هي وفرنسا زي ما إحنا دارسين تاريخ على الأقطار المشرقية وبتعقد مع مصر اللي هو بسمين الاستقلال السوري بكل بساطة ها اللي حق الدستور سنة الثلاثة عشرين ومبقول دا استقلال السوري لأن كان فيه تحفظات أربعة بتمكن من ما يمكن أن حتى السيطرة البريطانية تكون موجودة في مصر ولو القوة العسكرية ومنذ كرومار سياسة كرومار الامبريالي الكبير قال بكل بساطة نحن لا نحكم مصر لأن مصر كانت بتخضع للدولة الرسل ولكننا نحكم حكام مصر فالناس الدرسة تاريخ تقول إيه بكل بساطة إن حتى السياسة البريطانية في مصر ما بعد استقلالها اعتمدت على وجود هذه السلطة الفعلية السفير البريطاني زي مايز دانب سوف نوريه إن هو كان ممكن يشير وزارة ويجيب وزارة وده موجود في مصاريخ الخارجية البريطانية هذا هو كان الدفع الحقيقية بكل بساطة عشان أحط المقاط على الأسطر اللي دفعني إن أنا أبدأ من سنة 80 والإتلاشة هي منقالة هنا سنة 80 في مجلة الثقافة الوطنية التي كان يصدرها الراحل صلاح عيسى والمقالة تحت عنوان هل عرض بمين مساعدة ثورة التسعتاشر أنا كنت في هذه اللحظة بتبنى إنها عم إنه هو اللي نمعرض عليه ولكن ساعد زلول رفض ذلك وكنت طبعا أنا بحس إن هناك تقصير من الوضع لكن زي ما أحنا حقول في هذه المحاضرة اتضحة بالفعل من خلال أكثر من يعني اتجاه أن هذا العرض لم يكن موجودا على الإطلاق وكان كلام مرسل وحقول كلام مرسل ليه؟ مصطفى عميل بيقول كلام مرسل وعلي إسماعيل بيقول كلام مرسل ليه؟ أنا حقول في نقاط محددة إن دا حنيجي في موقف حكومة الوقت مما يمكن أن أسميه اللي هي البلشوفية فكنت أنا متبني لكن كان أستاذ بشير استباعي بيكتب في العدد التاني ما معنى إن هذا العرض اللي عرضه لنين؟ وأنا تبنيته بكل بساطة لم يكن موجودا على الإطلاق وأنا في الوقت دا كنت منظم إلى نستاذ بشير إن تروتسكي معادل للثوريين وبالتالي يعني وهو بيقول كده لنحن زي ما نعقول التطرق التطرح بالفعل صدق كلامه بالفعل لإيه؟ لإني حتى في الوثائق الروسية وحوالها لا يوجد مؤال الروس كده بكل بساطة ليس لدينا ما يثبت إني لنين عرض على ساعة زردول بالمساعدة لأكثر من ظرف هم ظرف إن حتى في أثناء ثاول تسعتاشر أنا أعتبره الظرف الأساسي كانت روسيا أو الاتحاد السوبيتي بكل بساطة بتحارب أكثر من تسع دول أوروبية في ظل ما يمكن أن يطلق عليه الحصار لوقت هذه التجربة المنشفية والشيوية فلن يكن بإمكان لنين في ظل الحصار ولسه بدايات بناء الدولة ولسه حتى الأوضاع في الاتحاد السوفيتي في قوى مضادلة داخل اللي هما الروس نفسهم اللي هما الروس البيت وكل وساطة فلن يكن بالفعل في اقتطاعة لينين زي ما أنا حقول إن يقدم المساعدة إلى مصر إضافة إلى ذلك وحاولها أيضا إن كان طبعا في إطار السوفيتيات أي المجالس اللي هي المنتخلة من العمال والفلاحين كان في مفوض الشعب السوفيتي وكانوا بيعقدوا اجتماعات ومن ضمن هذه الاجتماعات قرارتهم أثناء ثور التسعتاشر ودي منشورة بالفعل في لينين اللي هو حول الحركات التحريرية في الشعب بيقولوا أي مفوض الشعب بما فيه زي ما أنا حقول لينين صدق عليها باختصار شديد إحنا كشيوعيين لا نستطيع أن نقدم المساعدة بكل بساطة لسلطة بيسموها سلطة برجوازية ما لو تمكننا إن هذه السلطة البرجوازية إن إحنا نعم نساعد في ظل وجود حزب بلوريتاي أي عمالي ونستطيع إن إحنا ندخل ونربيه ومثقفه ومش عارف إيه وطبعا النتيجة جمني معروف تاريخيا أن القيادة الوفدية بما فيها سعر زرول زي ما أنا حقول كان يتبرق ويعلن في أكثر من مرة إن تبرقه مني حتى الفكر الحركة البلتشوفية ومن الأفكار البلتشوفية بكل بساطة وبعد إلى عبد الرحمن فهمي في أكثر من رسالة بكل بساطة يقول له ما معناه إن أنا بسمع إن في نشرات بتؤيد البلتشوفة وتؤيد الألمان وهذه النشرات في ظل سورة تسعتاشر منتشر في القاهرة فده شيء حيضر بالقضية بتاعتنا لإن أنا بغير إن أنا أتفاوت مع الإنجليز وطبعا الإنجليز معادي زي ما حمده دلوقتي للبلتشوفة بكل هم زي ما أنا حقول ودرب روسيا وكان وزير للحرب ثم وزير للخارجية بكل كان عداء والبلتشوفية عداء مقيد وحتى إن الحرب يده حصار في القوقاز اللي هو حصار البحر اللي ضرب روسيا فقائد القوات البريطانية في منطقة القوقاز أرسل إلى مزارة الخارجية اللي هي بريطانية يعنينها من فعل إن الشعب السوفيتي ده بيقاوي وإحنا مش هنقدر نغزو للاتحاد السوفيتي زي مكان حالو بونابرت أن يغزو وبالتالي إنتوا توجهوا أنزاركو وذكرها إلى الهن ومصر لمقاومة وقالها بالنص فقط الأفكار البلوشوفية التي بدأت تنتشر هناك بكل بساطة وحصد القائد ده إني باختصار حركة التحرر الوطني في مصر استمرت بالصبغة البلوشوفية زي ما أنا حقول على أي حال؟ على أي حال؟ أنا الدراسة المقدمة بكل بساطة بتقول إيه؟ بتقول نقاط أنا حقولها بسرعة أول نقطة مصر عنفيت ما ممكن أن أسميكش الحركة الشيوعية لما بقول الدكتور رفعت السعيد لأن الحركة الشيوعية عبارة أيضاً أو الاشتراكية أو الأول كتبها الحركة الاشتراكية في مصر ثم لين الحركة الشيوعية في مصر وجعل حتى من أفراد أنا بقولها بأعلى صوتي والله أرحام الدكتور رفعت السعيد ناس شيوعيين يتبنوا أفكار طوضوية أن هما في إطار هذه الحركة الشيوعية بكل بساطة بدون أذكر بقى هي الكلام الكتير في دراسات الدكتور رفعت السعيد فمصر عرفت ما يمكن أن أسميه طبعاً منذ يا جماعة وهذه كانت مفاجئة بالمسبلية منذ أيام عرابي منذ أيام عرابي كان لسه ماركس عايش ماركس عايش سنة ثلاثة وتمنيين أي بعد درب الثورة العرابية وكان يرسل إلى إنجلز مدموعة من الرسائل يعلم فيها ماركس وقد قرأت إحدى رسائله إن إحنا آآ عاوزين نقف جب الشعب المصري ونسأل الفلاح المصري الفقير ولكن الأوهام ما تاخدناشي علشان نساعد أحمد العرابي باشا لأن أحمد العرابي باشا يعني باختصار شديد مثلاً لا يتمنى أفكار اشتراكية ويعيش فيه إنوانه لسه لنزال يعتبت على الدولة الأصمارية وإيه إلى آخره فأيا فوجدت في الثورة العربية إن كان فيه وظل هذا موجود طوال القرن العشرين إن مدموعة من الفوضويين وبصفة يطرق عليهم فوضويين الفكرة إن أي شيوعي أو اشتراكي إن الدعاء ده فوضوي ثوري إلى آخره وبصفة خاصة أبطوليان إنه هم أسسوا في مصر منذ أيام السابرة العربية وظل هذا التنظيم موجود في إدارة وملفات البوليسي المصري جمعية يطرق عليها الإنترنسونالي أنا أدور أقول يا رب إيه الإنترنسونالي دي؟ أنا شحصياً بجهدي توصلت أن فكرة الإنترنسونالي ما هي إلا الدولية قد تكون الدولية اللي فيه دولية أولى بتاعتمارها سنة 64 في دولية دانية سقنا الدولية الثالثة بتاعته لينين فإذا معناها بكل بساطة أنا لقيت دوة مربوض وبعدين الله رحمه الأستاذ ينسيف دلويش قبل وفاته ادالت بكل بساطة هذه الصفحة هي من مقال صدر في إسكندريا جديداً في إسكندريا في 26 أكتوبر 1900 وباحثة مين اللي أعمالها؟ اسمها إيه؟ لاتريبيون ليبرا اللي أعمالها جوزيف روزينتال روزيف روزينتال باختصار دوتراضي جهودي جاء إلى مصر زي ما هو بيقول أواخر القرن التسعتاشر يعني إذا أواخر القرن التسعتاشر زي ما أنا هقول يا جماعة ما بينه فات ماركس وما جاء كان راجل كبير إلى آخره جوزيف روزينتال زي ما أنا بقول كان ثورياً محنكاً بالفعل منذ أواخر القرن اللي هو التسعتاشر وكان له دور كبير جداً وذكروا هنا ذكروا 1901 في يا جماعة الإدرابات الأولى في أباخر القرن زي إدراب عمال السجاير اللي بيؤرخ لي دائماً دائماً أنه بداية من الحركة العمالية في مصر ويظل يعمل جوزيف روزينتال وبنته اسمها شاروت في إطار الحركة اليسارية المصرية ويتهم في أكثر من قضية طوال عقدين من الزمن لغاية ما يأسس الحزب الاشتراكي الذي يصبح حزب شيوعي ويحصل الانفصال ثم يضرب الحلف الشيوع ده ويبعد من الأقطار المصرية في ظلم حكومة الوافد سنة 1924 بس جوزيف روزينتال زي ما أنا حقول دوره مهم جداً في مسألة التواصل ما بين ما يمكن أنا أسميه الثوريين اللي هم الروسي ثم السوفيت في مباد في إطار اللي هو حركة الفكر المصري والحركة لأن كان بينزل في الإضرابات الإضرابات العملية وكان بيحرد زواناً في القاهرة أو في كذا ومعروف طبعاً لمن يؤرخ الحركة العملية إن طبعاً الإشارة إلى الدول الذي لعب اليسار في هذه الحالة هناك أيضاً بسرعة ندخل أيضاً بسرعة في الموعد في شخصيتين شخصية أخرى هامة جداً وهي هو شخصية تيدور روزشتايل تيدور روزشتايل بكل بساطة اللي كتب كتاب ترجمة في الترجمة الأولى سنة 24 ثم 27 خراب مصر أو ضمار مصر وترجمة أحياناً تحت عنوان مصر تاريخ مصر من الاحتلال البريطاني حتى زمنه أو كتاب ترجمة أيضاً في إطار طب ترجمة هذا الكتاب بأهميته بأكثر من عنوان طب من هو بقت يدور روزشتايل دا كان واحد من الثوريين الروس اللي هدوا أواخر القرن من التسعتاشر وقعد فيه جلترة زي ما كان لنين بيهرب من القيصرية بابا ببا بابا ببا بابا باعبد أنا لسه يا جماعة نقولك إبتتتتتتتتت تجدسرعة طيب طب أنا حاولك في كامت إنه نبع عشرة عشرة حاولك في عشرة تالي ما نعريش طيب تيدور طيب تيدور روزشتايل بسرعة تيدور روزشتايل لعب دورة هامة جدا في ربط ما يمكن انا اسميه ان هو جابه مصطفى كامل من لندن علشان يكتب فيه الجديدة التصدق بيه الانجليزية وكان على علاقة وقعد كده ليدل في بعض الكتب بيقول ان هو كان مستشاره لكن عينه في السلك الديبروماسي اللي هو السويت في ايران ويكتشف انجليز ان هو معادلين في ايران وعاوز يصدر الثورة الى الهند فتم سحبه من ايران انا بقول بكل بس بسرعة في نقاط محددة ان في الربعة الاول من القارن اللي هو العشرين ان كان فيه افكار وفيه بلاشفة بالفعل من اسماء والبلاشفة دولة في تقارير الامن المصري اكشف عام بعضها دكتور اسمه عبد الوهاب بكر الله يرحمه كان في جامعة زازين فيه اضواء على الحركة الشيوعية واولاك كانوا من البلاشفة نيجي بقى للمرحلة بتاعت الحرب العالمية الاولى الحرب العالمية كان اخطر شيء وانا هذكره هنا اللي هو بكل بساطة بعد مالينين اصدر بياناته ونداءاته بتحرير مصر زي ما بيقول محمد فريد زعيم الحزب الوطن المصري وهو في المنفى بعد برقية يهدئه فيه ويحييه فيه الشيء الخطير اللي انا عمز اقوله لكم يا جماعة النص البرقية ده فيه كتاب صدر عن محمد فريد سنة 78 الدكتور عاصم النسوئي للأسف الشديد ست سطور فقط عن البرقية لكن نص البرقية موجود في المخطوطات لمحمد فريد ولم ينشأ فيه هذا الكتاب ونص البرقية بيخط محمد فريد مفعل بتحرير بنين ودوره وبيقولها كده انك ده تعايت الى تحرير مصر والى استقلال مصر وكذا 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 ويبعث له التحرير بنجي بقى الآخر النقطتين انا حقولهم هقفل بنجي بقى الثورة التسعتاشر الثورة التسعتاشر كان فيه ثلاث اشياء اول شيء اللي هو موقف القيادة القيادة البرقية طبعا بترفض رفض نهايه زي ما انا حقول اي افكار بنشوفية ممثلة في سعد زغلول زعيم هذا الثورة في اكثر من رسالة كانت زي ما انا حقول وينتهي الامر في النهاية بدار بما يمكن ان نسميه الحزب الشيوع المصري في ظل مزارة سعد زغلول سنة 24 الاشياء المضادة البلشوفية انا عندي خط صورة عين ومرأة الموقف التالي اللي ما لقيته اللي هو موقف سلطات فيه تقارير المندوب السامر بريطاري والتي نشر بعضها الدكتور احمد عزة عبدالكليم منذ خمسين سنة اللي هو فيه سعد تسعتاشر بعد المنور خمسين سنة وسهر منشورة لها تخلو وثيقة زي ما انا حقول الا من صدغ الثورة تسعتاشر بصدغة طبعا تيوعية او صدغة بلشوفية ودي اها اسبابها الكتيرة طبعا انا بحكي بعد موقف اللي هو الاحتلال الاخير اللي حكتم بيه موقف الرأي العام المصري طبعا الرأي العام المصري ممثل في الصحافة المصرية ولا مشيري هنا في الصحافة المصرية الى الاستاذ الدكتور ميخايل رمز ميخايل لكتاب عن الصحافة المصرية في صور التسعتاشر عقد فيه حوالي ثمان اولاق حوالين البلشوفية في صور التسعتاشر لكن الاتجاه العام بتاع الصحافة زي ما انا هنحقول كان الاتجاه معادي لهذه البلشوفية هنا ايضا دكتور يونالا بيبريسك سنة 2000 البلشوفة قادمون انا في هذه الدراسة بيكشف لنا ان حتى جريدة الاهرام كانت معادية للبلشوفة ولم يبقى سوى اللي انا بختم به دراسة الناس اللي بتأيدي البلشوفة يعني كده بتحب القطاع بسيط جدا بما فيهم امين الرفعي اثناء منقشة بلوك دستور 23 وهو ينقض الاجراءات ان في الدستور ده حيحطه مواد بتحارب وتطمع الحركة الشرية والبلشوفية بيونالا ضد ما يمكن انا نصميه موجة جير معادية للبلشوفية واخيرا بختم كلامي زي ما انا بقول ما كتبه بورا التونسي في قصاته قدوا ضد التفتزاني وضد الشيخ بخير الذي اصدرت فتوى انتشرت في مصر كلها وهي هذه الفتوى اللي بيقولوا الانجليز هما اللي فرضوها عليه فتوى اثرت الرأي العام المصري واختي الكلامي بقوله بكل بساطة هذا العداء للبلشوفية وهذا العداء حتى لانشوية في ظل ثورة التسعتاشر كانت فتحة خير الفتحة خير ما حتى يجي يسأل لي ليه؟ لان العداء للبلشوفية والعداء الدشوائية فتح اذهان الشعب المصري بطريقة غير مباشرة الى ما هي هذا الشيء الجديد اللي هو بيستمر حتى هذه اللحظة وشكرا شكرا 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 مغيرت التسيس؟ مغيرت التسيس؟ اوكي مغيرت التسيس اوكي افتح باب النقاش عندنا قدامنا تلتي ساعة تفضل مغيرت التسيس مغيرت التسيس مغيرت التسيس لم جاء خسرية طرف الريم تختار لفتحة واحدة من فتحة الخانون وارسل قرطة من الشرطة للحصار وده كانت تجلي لكل لذاء السيد درويش لما بيقول فتح أصغار كان ضيعت الأصغار فكانت سلطة الشعب وده كانت أول حكومة شعب بعد الثلاثة وعشرين كانت حريصة جدا على الحفاظ على الأصغار المصرية وكان واحد موقف المنتهى هو يتوازع مع موقفه مع الملك في تعيين العضاء المعينين في مدرس الشيوف وهذه المواجهة فالأمر ما كانش فقط يعيز السلطة لأ ده كان موقف واحد يجسد امتصار إرادة الصورة المصرية في الوكوب في موضوع متعامل هذه النقطة يعني ينخطها في طور التاريخ اللي احنا ما نضعش في اليوم بعد انها تعامل من صورة التسعة عشر ان احنا ما نركس على أحد منجزاتها على أحد نقاط الفخار فيها الحفاظ على أصارت وتعال خامون كان موقف وشرف وجبروت من ساعة ومن سلطة الشعب النقطة التانية بالنسبة لأستاذ سعين عشماوي برضو لا شك من غرقاتي ان كان فيه الشبكة بتاعة عبد الرحمن الفاهمي السرية كانت تعتمد كثيرا على كثير من المنظمات الشعية لأكاليات الأكالية يعني هي ما عندناش أوراق لكن هذا التنظيم الغريب جدا السري تعليمه فين عبد الرحمن فاهمي استطاع ان هو يسيطر على مصر من شمالها ايه رجالوها اعتقد ان هو كان على علاقة ببعض المنظمات السرية واستفاد من بلتكاتها شكرا من فضلك الأسئلة باختصار شديد دكتور إيمانيا أنا اسم إيمانيا الحقيقة الحقيقة العرض على المنظم الفرنسي المهم جدا لأنه بكثلنا ان متساحة سرول كان سياسي مختلف عن السياسين اللي أردو اللي كانوا يعتمدوا على التناقض بين فرنسا فلذلك لما قامت الصورة لابد من الواقع والتصوراته يمكن انتلاف المثال مع الديمقراطية الاشتراكية والاشتراكيين في فرنسا سياسي وبعديها ذلك يفتح قدامنا سيكة تامية ما بدى اهتمام سعر الألمانية وليهنا ما عندناش شغري كثير على وسائل الألمانية في ساعة 19 أنا أعتقد هناك الكثير خصوصا بجمعيات الطرارة في فرنسا وفي ألمانيا بالذات تامي بدور كبير في دعم الصورة وكان هناك اتجاه بين المصرييين بعد الاحتلال من يجاعتهم بيدرسوا بره في ألمانيا وفرنسا النقطة بتاع الدكتور سيد قاعدته استطرقوا الهداية فموصلوا اللي هو عاوز يقولوا بلا شك هناك تأثيرات بل شفية على ساعة 19 سبعتاشر تسعتاشر اللي لاجنا المركزين للوفد اللي جاروس عبد الرحمن فاهمي في نفس الوقت الكموريات المستقلة في زفنة وفي إرنة شب سوبيتات هناك من قرر ما حدث في صورة 17 بشكل تبير المسألة الثانية التأثيرات المكشفية داخل الجانيات الأجنبية في مصر كبيرة جدا وخصوصا في الأسكندرية ومظاهرات اسكندرية عشان البحارة اللي طبعا عليهم ثم سكت اسكر من 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 ألمانيا عبر الأسكندرية إلى روسيا هذه تأثيرات يعني واضحة بالتأثير التالت اللي عشانا أقول لكم الحزب الوطني امتداد مساعدة لكن هناك من ابتدى يختلف سواء الناس التآمل وصلوا في الحزب الوطن معامل اختيالات وساعد تعرض اختيال من أحد أعضاء الحزب الوطني وقابوا الناس اللي قضموا للحركة الاشتراكية في العرب مثلا الدوسترية تنفر المنصورة في الانتخابات البلدية أغلبية المجلس البلدي بعد الثورة في اه 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 اتنين وعشكين تراتة وعشرين كانوا من الحزب الاشتراكي المصري او من التخاوق على الحزب الشيوعي وحتى نعفر المقر من نفع المية والنور والكلام شكرا شكرا محمودة روزة انا اه عندي تعليق على موقف الدبلوماسية الفرنسية من صور 19 في بدايات الصور اه الحقيقة انه فهذا لم يكن خاصرة على الفرنسيين الباسمين ان معادة الإجليز اللي كانوا يتولون القضارة والاحتلال منذ ثمانية وتلاتين سنة او اكثر اه نوردلويت اللي جهت باندوب ساني في سنة 25 وكتب كتابه في 32 بيفصل بيقول انه نتيكة زيادة العدد الموظفين البريطانيين في اسناء الحرب العربية والخفار النوعية بتاعتهم تردب عليه ان الحكومة البريطانية لم تدرك التغير الموظفين الذي حدث في مصر وفي الرأي العام المصري خلال الحرب وبعدها ولم تدرك انه في اسناء الحرب لما كان عندنا مليون ونص عسكري في بيزي في مصر يختمهم مليون آآ نفر من المصريين انه تغير هذا الواضح تماما بحيث انه كل التقارير اللي كانت بتروح لواد هول في لندن وقتها من كل الموظفين للإنجليس كبار وموظفين الدفترة كانت بتستبعد تماما فكرة ان تكون هذه الحركة شعبية وانما كانت بتفسرها من التخبولات خارجية ويمكن هو بيتقت آآ اللي دوره بتاع إلي لأنه المي لما جهت ساعد على الليونة في آآ مواجهة الثورة والقيادات آآ الثورة وهو اللي بتطرح انهم يخرجهم من ملطة إلى الانتراب والسبب في ذلك هذا كان لازم يحدث الأول ومش بعد آآ اندلاع الثورة إنما في جميع الحالات وحجبوا مكتوب اتنين وتلاتين يعني بتغيب كان عند فترة لم يعرف أحد في مجلس وزر الإنجليزي حقيقة الوضع في بصر نتيجة سوق فهم المكتوبين مكتوبين الجديد في البصر من العمق التغير الذي حصل في أسلاف فضل الحرب شكراً 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 هيا بس عندي التسابق هل كان الفرنسيون والإنجليز مختلعين فعلاً بوجود تأسير بالشكل؟ أم أن هذا جزء يعني أولاً في ظل التدين المصري سواء الإسلامي أو المسيحي في هذه الفترة وفي ظل الدراسات الأنثروبولوجية الكثيرة التي كانت تقرأ على المجتمع المصري هل كان تصدير هذا النوع من الاتهام أو التعاية هو فعلاً عن طناعاً أم أنه ميكانيزم ما زال مستمر حتى الآن من ميكانيزمات الهضع السورة بالأساس؟ هذا الأمر الأمر ومتعليف على الأمر صديقي الدكتور الإيماني أعتقد أن ساعداً لم يكن ابتداداً للحزب الوطني في يوم الأيام بالعكس وكان يعني يكن يكون مهدع مصطفى كامل ولا يقتل مصطفى كامل وحتى أصدق أصدقائه اللي هو قاسل أمين كان تائماً على خلاف معه بصراطية لمصطفى كامل وتأكد هذا بعد أن هاجم مصطفى كامل قاسل أمين على كتابي شكراً حمدنا الشفعي هو بس السؤال للنسبة للموسائية التنسية أه كنت ذكرت المباررات بفرنسا من الطرف تاني فهو ذلك كنت أعملها بعد عن مخيف الصور ولكن فرنسا كنت شريك أساسي مع بريطانيا في مياه الشخص الموضوع منذ أفت و 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 تحديد ما هي بكل دولة و أملاكها في الموقف الشرق الأوسط و ظهر بوضوح خلال فاكس بيكو وهو تأسين أملاك رجل المريض الأملاك الخديمة قد يتحد كماماً خلال فاكس بناها و كل واحد يعرف فضوين مثل إيه؟ إحنا نتكلم في الأملاك الجديدة بيها بعد الخارج بالتالي على كده أن التجام التام اللي حصل من اللي حصل من الفرنسيين تجاه الورد المصري خصوصاً في أحد تعليقات أحد المسؤولين الفرنسيين أن وجود الورد المصري ما كانوا خاطئ إن كنتوا أرقوا التريب والتفاوت فأتباطوا في بريطانيا وليسا في مقابلة الصونية أما بالنسبة للجزء الثقافي فأعتقد أن منذ 1904 تم التأسيم جناناً على أن التدخل العسكري والاقتصادي يكون صالح بريطانيا فالتدخل الثقافي يكون صالح فرنسي ولما أرادت كما ذكرت لما أرادت بريطانيا تغير الوضع في سنة تلاتة وتلاتين وغيرت الورد المصري وهو التدخل الثقافينا على كمتمع المصري وتناحي الثقافة في المسياجين شكراً عزيزة جاسيرك يعني بطبعاً باشكر هنا على المنصة لأن كان فيه شغل العرشيف العرشيف الفرنسي ولكن أنا بنتذكر وإننا درسنا وعادة سايكس بيكو وعادة سايكس بيكو دي بتقسم العالم العربي اللي هيا كان بتحكمه الليبراطورية في العثمانية بين فرنسا وبيبال وبالتالي كل مبررات فرنسا علشان تبتهم الصورة المصرية في 1919 يعني زي ما هحكولي إنه يعني موضوع المؤامرة ولكن هي عارفة بيس قوي إنه تقسم هذا القرص بتاع المريض اللي هما الاثمانين بين فرنسا وبيبالتالي يعني كل واحد هي خد جزء من المنطقة يسيطر عليها والآخر يستخدمها كذلك فحكاية إنه مش عارفين إذا كانت صورة شعبية ولا في مؤامرات ولا ولا في حزاب شوعية ولا وتمر يعني لكله ما يسمى بالموضوع المؤامر دي واحد دي من الاثنين آآ طبعاً صوراً الملشفية في روسيا 1917 أعتقد إنه في التاريخ آلنا أو آلنا إن ألمانيا ساعدتها ساعدتها لي على شد خلق روسيا من الحرب العالمية والكل دا كان واصل عندنا في مصر لإن كان في جرية اسمها روسيا موجودة وحتى الناس اللي قرادها اللي قرادها اللي قرادها اللي قرادها الثورة الشعية في روسيا كانوا هم هنا وهكذا يعني آآ تأثير هذا خلص أنا خلص تأثير الثورة الملشفية كان قضي جداً طبعاً أكيد آآ لأنه وإحنا بأننا مدة طريرة من أيام محمد علي ما عملناش ثورات آآ وتنظيمات وهكا واحدة من هذا القديم وبالتالي استفادوا وواضح جداً وفي حتى في الكتابات العدبية واضحة أخير بسؤالي أنا معيز أسؤالي إيه الفرق بين الحماية أنا الحقيقة مش عارفة والوصايا وليه ما كانتش وصايا زي حسنة فلسطين وعمر حماية في مصر إيه الفرق القانوني الضغيل في اللي ثاني شكراً مرحزة حيث عنتي مراحزتين وأنا مراحزة عارضة خاصة بسعد واتداله بالحزب الوطنية حاجة بسعد ابن حزب الهومة وأكثر من أثر في فكر سعد كان نحمد أولتي السيد وتبسطوه به هوية المصرية في مواجهة الانتماء إلى الوسطن نعم إنما فيما يخص ما في شك إنه روسيا السوبيتية بشكل أو بآخر حاولت أن تؤثر على أحداث بسرعة وفي الواقع في الأبريل بين مالس ومال أبريل 19 حصلت حوادث في أبريل في المصر حيث الفلاحيين تلعوا على بيوت أصحاب الأرمنات ووضعوا أديهم على قرانة سرعية وكدافة ومما أخرج تماماً الواقع المصر والتأثير الملاكي الزراعيين ذلك الواقع ومن يتابع الرسائل التي أرسلها سعد زفرود من باريس إلى عبد الرحمن فامي كان يحذره باستمراء من بالشفة الحركة وعبد الرحمن فامي كان هو يقول عبد الرحمن فامي الرحمن فامي الرحمن 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 وصيق لدرجة تنون ودد سلاتين كان نقيق عمال مصر سلاتين 23 و 23 و 24 وكان نقيق عمال مصر ومعين ترك العمل النقاقي الرحمن أن علاقته عند الحقيقة به العمال كان تحت تأسير شوائين في اسكندريا أو في اسكندريا ومن أرواق إنما عبد الرحمن فامي الرجل عسكري رجل جيش رجل فرانسيني مما تحت له أن يكون اللجان وقت المركزية في توري مصر عبد الرحمن آخر سؤال 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 زغاية ما تقييم المؤرخين الفرنسيين حاليا والديبلوماسيين حاليا الفرنسيين حاليا في التقييم المخابرات الفرنسية أثناء صورة 19 اللي كان بيقول إن الطبق الوسطى والفلاحين والعمال كانوا بيهداتوا عشان ينزلوا في المزارة وإن بيكان التبرعات اللي بتتلم كانت بتتلم آآ من المصريين بالقوة والتأدي وده مخالف تماماً لكل الأفكار المصريية المكتوبة لكتب التأدي شكراً جزيلاً ما ذكروا آآ سأتيزة بخصوص الضوء في الفرنسي وأستقلال مصر أنا أعتقد أنه الأولى باسم نبيل التوخي وأستاذ ناريخ الحديث والمعاصر المساعد رؤية الأدام جامعة المنية آآ ما ذكر بخصوص الجانب الفرنسي وأستقلال مصر أنا أعتقد أن الموقف الدولي لعب دوراً خطيراً في عدم تحقيق صوره 1911 لكل ما كانت تتمناه وهو الإستقلال التام وهنا آآ بتقدر الإشارة بأن الجانب الفرنسي لعب آآ لمصلحته من درجة الأولى قبل أن يعيش من القطاة المسرية لأنه فرنسا كانت تقشى على مصالحها هي طبعاً موجودها في سوريا وردان أيضاً موجودها في النزائب ووجودها في تونس ووجودها أيضاً في المغرب بهذا الوقت كل هذا يؤثر على المصالح الفرنسية لأنه لو نجحت صور 19 في تحقيق الاستقلال التام ما يلاح يكون يغرب فعل بالنسبة للجول التي تقع تحت الاحتلال الفرنسي ومن ثاني كان هذا قبل عيلاً أن تضع فرنسا لها فلاد من الانتراك ووجود مهم المصالح المصرية كان هذا بالنسبة للموقف الفرنسي الذي أيضاً خزنانة آآ يبان السورة العربية وبحث أيضاً عن مصلحته وترك الجانب المصري وجه الواجه مع الجانب الفريطاني وأيضاً فرنسا خزنانها أيام وعادة هندن وأيضاً ترك أنت حمد علي فأنا أود أن أقول بالرغم من العلاقات الثقافية الطيبة بين مصر وفرنسا لكن فرنسا دور الاستعمالية في ذلك الوقت كانت تبحث عن مصالحها على حساب المصالح المصرية طيب السؤال اللي قاتي أيضاً هل هذا اكتصر على الجانب الفرنسي اعتقد أيضاً أن الجانب الأمريكي لعب دوراً مخجبة من الأمال المصرية وأن أمريكا أيضاً لم تهتم بالمصالح المصرية ولا بحقوق الإنسان ولا الدموقراطية ولا المبادئ الأربعة عشر ونصفها وباعوا القضية المصرية عندما أعطت بريطانيا لأمريكا فكانت تتمناها في مترول العلاق أما ألمانيا فكانت مهزومة في الحرب وأقبلت على الاعتراف من الحياة المصرية وبالتالي يمكن على الأرض يمكن التطور لأن المصالح الدولية بالدول الكبرى خيبت أمال الشعوب التي تطبع للاستخدال مثل الشعب المصر ونزالت الدول الكبرى تبحث عن مصالحها على حساب الشعوب في مدى يعني ضعيفة وهذا يؤكد على المصارة الدول الكبرى كانت ممكن بالفعل أن تنجح لو وجدت موقفاً دولياً وأهيداً تعترف بحقوق الشعوب شكراً جزيلاً شكراً سلامتي دليل قدائي بكل متحدد شكراً ما انا من غرور ما انا مستشعر سريع أنا لمرة تقريباً تقولين بإمكانيه في الحديث على الإجابات المتحدة بينما نعطيقه المتحدة في أكثر من مقادرة بالمقادرة في الحقيقة على الذهاب أن يُنَغَيَدَيْهَا أكثر لكن بعد هل ستتون في المنزل أو هل ستون في المنزل أو هل ستون في المنزل بسيئة بسيئة للمنزل لا أعزكي لا أعزكي يجب أن يكون أكبر لكن أعزكي Je trouve que la formation française invite à aller creuser dans cette direction-ci. Après, le rôle de l'Allemagne éventuellement, c'est aussi un sujet sur lequel il faudrait s'engager. Ce que je trouve en tout cas très intéressant dans ce club, c'est le fait qu'on s'engage effectivement dans une recherche précise باستان نظر من نظر من نظر أن نظر من في الانترنتي من قبل التعبير من هذا التفاعل من عام 1929. هذا هو يتحقق ويهدى ويهدى نظر ويجب أن يتحقق من الوصول. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ينبه لي افعادك ويصبق إلى الآن. هذا هو الشيء من يجب أن تتعبع حيث. هناك بدون المفتاح للقل في الطرق من قبلي. هذا المثال، كهتب أن أخبري، ليس لذا الذي يتوقيع فريناها من الغدان. لأنه أكبر، مبقر، ولكن من الغد الناس يوميا، يببخوا باتها لأيانة. لا أسأل أنهم لا أعرف جدينا الإيضاء لا أعرف جدينا بحقية وأنني يجب أن يفعلها تقريبا بحقية تقريبا بحقية لذلك عادة إنه يستسن العديد وأنني أعتقد أنه أجل أعرفت بحقية لانه ليس المعرفين أما هو من الملحة وبعالي الجيدة وهي من أعرف مهمة في الأيام في المهمة بدهم في المحالة إن أدولة ونهتممي في المحالة يجبوني أن يدينوا أيضا يجبونيهم أن يدو mix وأيضا كرهة فواللحارة ويكتب أنها تضية وليس عندما لا يوجد صحيح وليس عندما لا يوجد صحيح وليس عندما لا يوجد صحيح شكرا بان فرنسا دولة استعمال لا بان في فرنسويين ناس متعاطفين مع ثورة مصر ومع القضايا المصرية بس لا اعرف في فرنسا مين اللي بيقى في جنبنا ومين المعادلين لكن الاغلبية الرقسمالية الكبيرة طبعا حتى تبقى معادية فبتبغى على الاسوات اللي هي فرنسية متعاطفة زي ما بقول مع القضايا المصرية وما تنسيش حاجة مهمة مش في فرنسا لا مش في فرنسا مجموعة من المهاجرين المغاربة بكل بساطة طيب وحصلين على الجنسية الفرنسوية دولة مش متعاطفين الى حد ما وهم فرنسيين بالجنسية طيب عنافل الموضوع دول طيب المنشورات بكل بساطة التي كانت تنشر زي ما أنا بقول وأرسل سعد لي عبد الرحمن فهني هو بيقول له ان انا سمعت ان هذه التنشرات وكان يصدرها ما يمكن ان يسمى بالفعل الجهاد السري لحزب الوفد ليه؟ بكل بساطة علشان يضرط على الانجليز من فكرة بوعبع البلشوفية وبوعبع اللي هي الشيوعية الدكتور ايماني بسرعة ان الخمسة اربعين وردة في الموقف البلشوفي او البلشوفية مسابة تسنتاشر وحقيقة انا متقصر كنت اساسا لازم اتخد على في النحشي ومالتال نحشي زي ما عليها الشديد او رفاقية ها؟ فدو دو خلاص؟ لكن عايز اقول له طارق يا جماعة البلشوفية 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 والبق في فرق البلشوفية النظرية اللي شيوعية كانت مرمولة وكان ايضا في مصر بلاشفة وما بقول كان في مصر بلاشفة يقفي ان انا هسكر حدث ورحفظ ان اثناء ثور التسعتاشر كان يوجد مئات من الروس فجمعاتهم وكانوا للمشايعين زي ما بيقولوا للحكومة السوفيتية كانوا موجين ومخصة في اسكندريا والقاهرة فراحوا بعدين هم على طول وتردوهم من اللي هو مصر اسناء ثور التسعتاشر واخر حاجة حقولها انا حاولها بقولتها ان باختصار شديد في تقارير بكل بساطة ان يجي يقول الحركة البلشوفية ضعيفة وفي تقارير اخر بعد كده اما تشتد حركة الادرابات العمالية والاعتداء زي ما بنقول على كبار الملاك مراد باشا ومحمود سليمان باشا في اسيود يجي يقول ايه بقى اه ده البلشوفية اشتق تساعدها في مصر وبصفة خاصة في زمن تحرك الحزب الاشتراكي في الادرابات العمالية ثم تحولوا الى الحزب الشيوعي وفيهم مشايخ شيوعيين او بلاشفة شكرا شكرا للمشاهدة